الحديث عن التشكيلة الحكومية بات كالضرب في الغيب المؤكد الوحيد أن الولادة الحكومية لم تبصر النور في عطلة نهاية الأسبوع ولا حتى بشفاعة مرمرون هو الحديث مجددا عن مبادرات واتصالات طلب على أساسها النائب ولجملات مهلة إضافية من الرئيس المكلف في مسعى لتسويق حل وصف بالحل الوسط لعقدة الطاقة مطلب التيار وحزب الله الحل لم تعرف تفاصيله في وقت ترددت بعض المعلومات عن اقتراح يقضي بفصل الطاقة عن الموارد المائية والكهربائية لتصبح حقيبتين وهنا يصبح عدد الوزارات 25 ويقع الخلل فيكون الحل بإضافة حقيبة رقم 26 من شأنها أن تحل مشكلة تمثيل الأقليات ولم يعرف بعد ما إذا كان هذا الاقتراح قابلا للحياة أم لا وما إذا كان يحل عقدة الجنرال في المقابل كشفت أوساط متابعة أن مشكلة الداخلية قد حلت بعد موافق تيار المستقبل على إسنادها لإسم غير استفزازي قادر على التواصل مع الجميع وذكرت معلومات للأم تي بي أن رئيس الجمهورية اقترح أن تسند شؤون الاجتماعية لللواء الشرفريفي مقابل أن يتم اختيار إسم للداخلية من المعتدلين الهادئين في تيار المستقبل تبقى بحسب المعلومات حقيبة الدفاع التي يريدها رئيس الجمهورية ضن حصته بعد رفض الثامن من أذار حصول 14 أذار على الحقيبتين الأمنيتين النقاش مستمر في هذه المسألة وتقول أوساط المستقبل أن لا مشكلة مع سليمان ويمكن أن تحل بتسمية شخص للدفاع يوافق عليه الرئيس سليمان و14 أذار لكن في كل الأحوال تقول الأوساط أنه حتى لو حلت بين سليمان و14 أذار فإنه من الصعوبة في مكان إيجاد حل لعقدة الطاقة والوزير جبران باسيل فالاتصالات الجارية تنكب بحسب المعلومات على التشكيلة الأقل استفزازا لتدارك ما بعد صدور مرسومها والحد من خسائرها حتى أن البحث يطاول بحسب المعلومات الخيارات المتاحة للبديل إذا ما وصلت الأمور إلى استشارات نيابية جديدة